بسم الله الرحمن الرحيم والعمل معاً لاستنهار طاقات شعبنا وقواه الخيرة لوضع بلادنا على طريق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واللحاق بالحضارة البشرية عدة قطوات فقط تفصلنا عن الانتخابات المبكرة التي شكلت جوهر التحول والتغيير السياسي المنشود وهو ما سعين لإنجازه بكل الجهد وإخلاص متجاوزين شتى الصعوبات والتعقيدات التي تعرفونها وكان هاجسنا أن نخلق البيئة السياسية والأمنية الملاءمنة كل انتخابات نزيهة شفافة آمنة تستجيب رؤيتكم الوطنية بما يحفظ كرامتكم وهنا أستحضر قول أمير ممنين الإمام علي عليه السلام الوفاء توأم الصدق وها أنا أضع أمامكم جرد حساب بما قمنا به خلال عام وثلاثة أشهر عصيبة لم يكن ممكن تحقيقها دون الاحتماد على تقة العراقيين وحكمتهم في الإيثار والصبر والصمود والتعالي عن معاناتهم ومرارات الحياة اليومية لن أكابر أو أدعي الرضاء الكامل عن ذا الحكومي بما يوحي كما لو أننا استجبنا لما كل ما يتطلع إليه شعبنا من مهام وتطلعات وأهداف تتجاوز أهداف المرحلة وليس بالإمكان تحقيقها خلال سنة من عمر حكومة تتحرك في حقل الغام رغم شكوك المتربصين بمدى جدية هذه الحكومة حين حددنا السادس من حزيران الماضي موعداً للانتخابات المبكرة كنا قد تخطينا كل العوائق لإجراها في ذلك التاريخ المبكر لكن مفضلة الانتخابات قامت بتأجيلها وبموافقة الكتل السياسية وأقرار مجلس النواب ونحن الآن على مسافة ساعات من موعد عقادها بعد أن وفرنا كل المطلبات الضرورية لنجاح العملية الانتخابية وتأمين حمايتها وإدارتها بما يحقق رادة الناخبين ويشرفني أن يتولى شخصياً متابعة الإشراف على كل ما يتعلق بالأمن الانتخابي ويوفر أقصى ما يمكن من إرادة الحرة للناخبين وفي هذا السياق أود التأكيد على أنني نأيت بنفسي وفريق الحكومي عن الدخول كطرف منافس في الانتخابات والتزمت بعد من الحياز لطرف أو مرشح أو حزب أو جه سياسية ولم أتسامح في أن تفسار حكومتنا إذا أي انتهاك لقواعد العملية الانتخابية انسجام من ما قطحته على نفسي دون أن ألتفت إلى عتاب الأصدقاء والمحبين هادفاً من موقف المبدئ هذا تأكيد انسجامي مع مفهومي ورؤيتي لدول الدولة والسلطة السياسية كراعية للشعب وإطار للخدمة العامة وفقاً للدستور والقوانين المرعية هذا ما يتيح لي أن أقول بملء الثقة أن العراق ليس ضيعة أحد وليس حديقة لأحد وعلى الرجل الدولي يلتزم بالعراق قبل التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي أو عرقي أو قومي وأن يخضع لقيم وأخلاقيات التحكم بنشاطه وحسن أدائه لما يفرض عليه موقعه ووظيفته هذا ما ينبغي أن تتزسد في سلك كل من سوف يتصدى لقيادة عراق في المرحلة اللاحقة للانتخابات كي لا تتكرر أخطاء الماضي يا شاب العراقي الأبي من بدأة السلام للمسؤولية اجتهدنا في تحديد وجهتنا ورسم الخطوات لتقود مسيرتنا لبلوغ اللحظة التاريخية الراهنة مستعينة بالصبر والحكمة ملتزمين بالعمل الجاد دون التوقف عندما واجهتنا اتهامات وتشكيك وظلم وكاذيب من جهات متربصة وجدت في أي نجاح لهذه الحكومة أضعافا لها وعزل لنهجها المتعارض مع المصالح والقيم الوطنية العليا أمام العراق ومصلحة العراق صمتنا ووضعنا مصالح شعبنا أمام عيوننا وقالوا صمتنا ضعف ولكن والله وحق العراق وأهل العراق إن وراء هذا الصمت كانت هناك مواقف وعمل وطني بحيث العمل اليومي كان منهاجنا ومسارنا وشعب العراق غايتنا ومنتهانا كان واضحا لنا ونحن نسلم التكليف إن المؤشرات الاقتصادية تأمير ليظهر عجز مالي كبير قد يحول دون تأمين رواتب موظفية الدولة العراقية والمتقاعدين بل وتتعدى ذلك لاحتمال إشهار فلاس الدولة كما وحال بعض الدول المجاورة ولم نكن نرتضي لأنفسنا أن ننحني أمام هذا الواقع المرير الذي ورثناه ونصبح شهودا بالمشاركين في السماح لمثل هذا الانهيار العراق يمتد بحضارته في عمق التاريخ الزاخر بالمنجزات التي فتحت أمام البشر آفاق تطور في شتى ميادين العلوم والفنون والتراث الإنساني ولم يكن أمامنا إلا اتخاذ تدابير وقائية كان البعض شجحها في الخفاء ولكنه يخرج علينا في المزايدات عبر وسائل الإعلام كسبا لأصفوات انتخابية عبر خطاب شعبوي يرفض فيه ما كان قد وافق عليه في الاجتماعات المغلقة وكان الإنسان حالي يقول حملوني وزر أخطاءكم وأخطاءكم فلست بخاف من المزايدات ولن أكذب على الناس وعلى شعبي الجميع يذهب والعراق سوف يبقى ولست في وردث قال عليكم يا بنات وابناء شابنا العظيم ولكني أجد من واجبي وضع بعض الحقائق والأرقام توخيني ظهار حقيقة وشهادة للتاريخ بعد عام من إجراء إصلاحات اقتصادية ها نحن نضيف ما يزيد عن 12 مليار دولار إلى احتياط الدولة لنسلمها الحكومة المقبلة ونأسس منها جزي إصلاح اقتصادي شامل عبرت عنه الورقة البيضاء وقد بدنا بتنفيذ بعض بنودها على الأرض وغايتنا في ذلك أن ينتق العراق خلال خمس سنوات قادمة إلى مصاف الدول المنتجة المزدهرة في المنطقة والعالم وأن تستثمر طاقات شعبنا في الانتاج والعمل والبناء وأن نوقف الترخل في الدولة ونطلق الآلاف من المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والسكنية ومشاريع الطرق والجسور وسكك الحديد والموانئ والأتمة والتجارة لتستوعب البطالة الكبيرة التي انتشرت ليس في المجتمع فقط بل في مؤسسات الدولة نفسها كبطالة مقنعة رغم فداحة إزمة الطاقة الكهربائية في العراق بذلنا خلال عام جهود استثنائية للنهوض بواقع الطاقة ومعاجز الأخطاء الكارثية التي تسبب بها سوء التخطيط خلال السنوات الماضية وقفزنا بالانتاج لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية إلى أكثر من 21 ألف ميجاوات يوميا بعدما كان الانتاج حوالي 16 ألف ميجاوات للسنوات الماضية وتمت معالجة مشكة الربط الكهربائي مع دول الجوار وسوف يتم الربط الكهربائي بالشبكة الكهربائية الدولية خلال العام المقبل سواء مع دول الخليج العربي أو الأردن ومصر أو التركيا بالإضافة إلى الجارة إيران قررنا كذلك البدء بمشروع انتاج الغاز العراقي المهدور ليصبح العراق قادر عن توفير الغاز لمنشآته الكهربائية خلال المرحلة المقبلة وفتحنا الباب أمام استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والتي ستكون عاملا حاسما في توفير الطاقة الكهربائية لشعبنا بالإضافة لأطلاقنا لعدد كبير مشاريع في مجال تطوير وإنتاج الطاقة في المحطات الغازية والحرارية على مستوى تجديد شبكة النقل الكهربائي لم نركز على أهل الجانب من غايات سياسية وحزبية وانتخابية فأنا لست مرشحا بل بالعكس من أجل أن لا تستخدم قضايا الناس وإزمات الشعب العراقي كمادر لابتزاز السياسي وأنتم تتذكرون كيف استخدمت قضايا ومآسر العراقيين سياسيا سابقا في كل انتخابات وكان آخرها استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل المجرمين أطلقنا خلال هذا العام مشروعا كبير لتأمين أكثر من 650 قرعة أرض سكنية للمواطنين للمساهمة في حل إزمة السكن فوضعنا قواعي الشفافة ليس فيها محابات أو وساطات لتوزيح عبر برنامج الكتروني باسم مشروع داري ورصدنا الأموال لتوفير من التحتية لهذه المناطق الجديدة وتوفير قروض الإسكان المستفيدين منها وسوف تجدون بإذن الله قريبا وخلال أشهر المقبلة تحركا فعالا لتطبيق خالة التدوجه الحيوي أطلقنا أيضا خلال هذا العام خططة استثمارية كبيرة واستخطبنا شركات عالمية لتنفيذها متجاوزين عراقي الهادفة لاستمرار بيئة الفساد الطارد للمستثمرين وقد تغلبنا عليها وهناك مدن استثمارية ومشاريع صناعية ريادية بمعايير عالمية تكون حاضرة رفض الاقتصاد العراقي وخدمة شعبنا صممنا على عادة الحياة وإحياء وبناء مشروع ميناء الفاو الكبير الذي طال انتظاره ليكون واحدا من أهم موانئ المنطقة ومشروع القناة الجافة والربط مع كل دول الجوار عبر شبكة طرق وسكك حديث حديثة بحيث يصبح العراق واحدا من أهم الممرات ومشروعات الدولية للتجارة العالمية خلال عوام المقبلة خلال هذا العام أحدثنا قفزة في مجالين أساسيين الأول هو توسيعنا طاقة الرعاية الاجتماعية للعوائل المتعففة ومضاعفة المبالغ المرصودة في هذا الجانب لمعاجلة الأضرار التي تكبدتها هذه الفئات واصلحنا منظومة البطاقة التموينية من خلال توفير سلة غذائية لاقة بشعبنا وانهينا تاريخ طويل من التلاعب والفوضى في هذا المجال وخلال هذا العام أيضا أطلقنا مشروع ألف مدرسة لعادة الكرام لطلابنا وكادرنا التعليمي وكذلك افتتحنا مشاريع المستشفيات المتوقفة والمتلكة منذ عام 2009 بعدما واجهنا وباء كورونا وتداعياته وقد كان العراق من الدول المتقدمة في المنطقة التي وفرت أفضل نواع اللقاحات إلى شعبها وقد تتجاوز معدل تلقيح 50% قبل نهاية هذا العام أهلنا في بلاد الرافدين أبناء القوات المسلحة بكل صنوفها لم نقبل ونحن نستلم سورة بلد عظيم كالعراق في ظرف استثناء وحساساً يقال بأن هناك ضعف أو خلل في الثقة بين الشعب والمؤسسات الأمنية وكان هذا ما حدث للأسف الشديد في مجرى تطور حراك التشريني الذي مثل احتجاجاً اجتماعياً صادقاً ورغبة شعبية حقيقية بالإصلاح ولم يكن أمامنا إلا بدل الجهود لاستعاد ثقة قواتنا الأمنية والعسكرية بنفسها واستعاد ثقة شعبنا بها واتخذنا سلسلة طويلة من إجراءات والقرارات التي كرست هيبة واحترام مؤسساتنا العسكرية والأمنية ووفرنا الدعم رغم كل الظروف لجيشنا البطل وقوات المسلحة بكل صنوفها من أجل الدفاع عن العراق وشعب العراق والتصدي الإرهاب وانهى جيوبه ومحاولته اليائسة ومحاربة الجريمة والتهريب وتجاهة المخدرات ومعاقبة سوء استخدام السلطة وكنا دائماً نقول لضباطنا ومراتبنا وما زلنا نقول ذلك الشعب هو القائد ونحن نخدم لهذا الشعب وفي أمرته ولقد نجحت قواتكم الأمنية البطلة في تصفية أهم رؤوس الإرهاب الداعش في العراق واحداً للآخر ابتداء من المراء الذين كانوا يخططون لمهاجمة مدن العراق ولم تتوقف الحملات لتأمين هذه المدن واستطيع التأكيد بثقة إن الشعبنا سوف ينعمل المرة الأولى منذ عام 2003 بإجراء انتخابات أكثر أمناً من كل الانتخابات السابقة التي كان يحاصرها الإرهاب والمفخخات وعمليات الاختيال اليومي كما نجحت قواتنا البطلة في تأمين الزيارات الدينية وآخر الزيارة الأربعينية التي لم تشهد أي حوادث تذكر بسبب يقضت ومسؤولة قواتنا البطلة وقلنا منذ البداية أن ليس هناك كان يتوافق بين الدولة التي مثلتها القانون والمؤسسات الأمنية وبين اللادولة التي مثلت السلاح المنفلت بكل توصيفاته ولم نتردد لحظة واحدة رغم لوم اللائمين وضغط المستفيدين من مواجهة هذا السلاح بكل الطرق وقد اعتقلنا العشرات من المتجاوزين على الدولة والقانون دون أن نتوقف عند الذي يريد ضعاف الدولة أمام عصابات الجريمة وفرق الاغتيال والموت وقد تم وضع الكثير من المجرمين في قضايا اغتيال معروفة أمام شعبنا أمام المسائلة القانونية ونالوا جزاءهم بما اخترفت أيديهم رغم أن هناك من أوهمهم أنهم سيكونون بمأمن من ملاحقة الدولة والقانون نعم هناك من أوهم البعض وأنهم فوق الدولة فعاتف الأرض فسادا واحتموا بمنصات سياسية وحكومية لهذا أطلقنا مشروع لجنة مكافحة الفساد والجرام الخاصة ليكون ذات الدولة في محاربة الفاسدين ولم تمنعنا الضغوط والتهديدات وحمنات الابتزاز والتسقيط والأكاذيب من اعتقال ومحاكمة وسجد مجموعة من كبار رؤوس الفساد في العراق التي سرقت مال الشعب وفتحنا حتى اليوم أكثر من خمسين ملف فساد أصحابها اليوم في السجون ولكن العراقيين لن يسمحوا لهذه البيئة أن تعود مرة أخرى ولن يمنحوا منصة لفاسد ولن يعطوا صوتهم لمن حما فاسد أو دافع عن فاسد أيها العراقيون أصحاب النفوس الأبية الزكية قبل عام من اليوم كانت بلادنا تشهد انغلاقا سياسيا داخليا وخارجيا وكان يحس في النفس أن المجتمع الأقليمي والدولي لا منح العراق ما يستحقه من ثقل تاريخي وحضاري وإنساني بسبب ارتباكات السياسات الخارجية العراقية السابقة وبسبب تاريخ من الصراعات والاجتهادات الخاطئة كانت قد خاضتها الدولة العراقية على امتداد قرن كامل مع جيرانها ودفعت أجيالنا الحالية أثمانها الباهظة لقد وضعنا نصب عيون العراق وقلنا أن العراق هو السيد الحاضر وأن العراق سيظل الأبي الشامخ مرفوع الرأس وعندما أقصرنا على المسؤولية قبل ما يزيد عن عام بقليل أقصرنا أن نرتقي بالعراق واسمه في المحافل الدولية وقد شهد العراق في العام الماضي انتقال النوعية في نمط العلاقات مع جيرانه ومع المجتمع الدولي وهذا على أعجاب ودعم كل الجيران والأصدقاء والأشقاء الذين عبروا عن هذا الدعم في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وهو أول مؤتمر من نوعه منذ العام 2003 تشهده أرض بغداد العظيمة بالإضافة إلى المؤتمر التعاون العراقي المصر الأردني وتوجت زيارة قداسة البابا فرانسيسي العراق وتجواله في المدن العراقية وسط ترحيب شعبي ورسمي هذه الجهود وعكست إمكانيات العراق وعبرت عن صالة شعب العراق وعقص صورة فريدة للتلاحم والتكاتف العراقي لقد انطلقنا من إرادة الشعب في بناء سياسة خارجية متوازنة وواثقة قائمة على مبدأ أصيل هو أن العراق الكبير هو ملتقى لأشقائه وجيرانه وعون لهم وليس طرفا في معاداتهم أو اعتداء عليهم وأن منطقتنا بهمس الحاجة إلى عادة الرؤية لتنتقل من مرحلة الخصام والصدام إلى مرحلة التعاون والشراكة زلنا العديد من دول العالم واستخبرنا العديد من زعماء مسؤولية العالم وكان القاسم المشترك هو الاحترام احترام العراق وأرثه وشعبه والاستعداد لدعم هذا الشعب من أجل تحصين دولته وحمايته بما يليق به إن البناء على هذا المنجز وتطويره مستمر ولن يتوقف لأنها إرادة شعب وليس إرادة أفراد أو فرد فشعبنا مصر على أن يكون جزء من المستقبل وأن يكون حاضرا باسم الدولة العراقية السيدة في كل مكان في العالم وأن يكون فعالا في كل المحافل وفي هذا الاستحقاق الانتخابي نمى المشاركة أوسع في عملية الاختراع فهذه فرصتنا جميعنا هي الشعب العظيم لإجراء انتقال مطلوبة في الحياة السياسية بحيث لا تتكرر تجربة 2018 الذي قضت بمقاطعة انتخابات وأدت إلى تأجيل فرصة للإصلاح وخسرت مجموعة من خيرة شبابنا وأبنائنا نعم نحن نحترف إننا لم يمس الحاجة لمزيد من العمل والتجارب والمصداقية لترسيخ مبادئ الديمقراطية والنزاهة الحقيقية في بلادنا لكن أملي كبير بكم بأن شعبنا يعرف أننا أمام فرصة تاريخية كبيرة يجب أن لا تضيع لانتخاب مجلس نواب من شخصيات كفوعة وطنية لا تشبه شواب الفساد وتتحمل مسؤولية الإصلاح الشامل على كل المستويات خلال المرحلة المقبلة وهنا أجد من الضروري لشادة وتقديم الشكر والعرفان إلى سماحة المرجع لعلى السيد علي السستاني لا مضل له لمواقف المسؤولة ليس في دعوة إلى المشاركة في الانتخابات بل في حث العراقين عن انتخاب الأكفى والأسطح والأكثر نزاهة ومن يلتزم بموادع العراق وسيادته وقيمه وبإذن الله سنلتقي بعض الانتخابات لنحتفل معاً بإنجاز عراقي جديد يثبت للعالم أن شعب العراقي يستحق أرثه الحضاري ويستحق وزنه الأقليمي شعبنا العظيم في كل مدينة وفي كل قرية وشارع أبطالاً في المؤسسات العسكرية والأمنية رجال الدولة في المؤسسات المدنية الكادحون في كل مكان نساء العراق الأبيات العفيفات القويات شعبنا الذي ننظر بعينه إلى المستقبل مجرد خطوات فقط مجرد خطوات فقط تفصلكم عن يوم احتماد إرادتكم عبر صنديق الاغتراع فلتكن جولتكم جولة انتخابات الآثة معبراً لكم لما تطمحون ولتتحول إرادتكم الحرة طاقة طاقة إيجابية لإبعاد حيتان الفساد والكراهية والإخصاء والتزوير من المتقاطعين مع القيم الوطنية وخياراتكم الحرة وليكن يوم الاستحقاق الانتخابي لحظة عبورة مستقبل مشرق مزدهر لشعبنا تحفظكم وترعاكم عين العراق وتقبل أصابعكم كل دمعة ذرفت من عين أم فقدت ولداً أو زوجة فقدت زوجاً أو طفلة فقدت أباً في رحلات العذاب العراقي وحلات الفوضى والحروب والصراعات العبثية الدنيا اليوم يوم صناعة المستقبل اليوم يوم صناعة المستقبل فلا تفرطوا بأصواتكم تحفظكم عين الله وترعاكم عين العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته